أكد البيت الأبيض أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا عسكريا وإنسانيا سيكون راسخا وثابتا حتى وإن فاز الحزب الجمهوري مشيرا إلى أن الاتصال بين واشنطن وموسكو يجري عبر القنوات الديبلوماسية وسفرتين البلدين وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كابين مكاريتي قد حذر من أن أوكرانيا لن تحظى بسق على بياض إذا تولى حزبه السلطة وذكرت مصادر أمريكية مطلعة أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفن قد أجرى محادثات سرية مع كبار المسؤولين الروس بهدف الحد من مخاطر اندلاع حرب أوسع بشأن أوكرانيا وأكدت المصادر استمرار المحادثات الجارية بين الطرفين دعت الصين دول مجموعة السبع إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول الأخرى وإثارة التنقدات والمواجهة وحتى المتحدث باسم الخارجية في المقابل مجموعة السبع على خلق ظروف مواتية لتنمية التعاون العالمي كما انتقدت بكين زيارة وزير الدولة البريطانية للسياسة التجارية غريغ هانس إلى تايوان بعد يومين من تحذير دول مجموعة السبع الصين من استخدام القوة لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان ترفض الصين ما جاء في بيان المجموعة وتراه تدخلا في سياستها الداخلية وحسب الخارجية الصينية فإن موقف بكين من القضايا المتعلقة بتايوان ثابت وواضح موقف تقول الصين إن مجموعة السبع تتجاهله وأيضا الحقائق الموضوعية وحثت الخارجية الصينية مجموعة السبع على التخلي عما قالت إنه عقلية الحرب الباردة والتدخل في السياسات الداخلية للدول الأخرى والتمسك بنهج متعدد الأطراف في العلاقات الدولية مشيرة إلى أن بكين دعت دول المجموعة إلى تهيئة ظروف مواتية للتعاون العالمي الرد الصيني على بيان مجموعة السبع يتزامن مع انتقادات حدة وجهتها بكين لزيارة وزير الدولة البريطانية للسياسة التجارية إلى تايوان وهو أحدث مسؤول أجنبي يتحدى تحذيرات بكين بشأن الاتصالات مع الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وقال المتحدث باسم الخارجية إنه ينبغي على لندن احترام سيادة الصين بشكل جدي وأن تدعم مبدأ الصين الواحدة وتوقف أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية مع تايوان وتصاعدت أزمة تايوان منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبي الأمر الذي دفع الصين إلى إطلاق سواريخ فوق تايوان باتجاه غرب المحيط الهادي ووضعت طائرات وسفنا في مكان قريب من الجزيرة أقدت أرمينيا وأذربجان جلسة محادثات في واشنطن برعاية الولايات المتحدة بعد ساعات من تبدل الطرفين الاتهامات بشأن جولة قصف جديدة على طول حدودهما وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن ملتزمة بمفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربجان مضيفا أن الحوار المباشر هو أفضل وسيلة لسلام دائم يأتي هذا بينما أفاد مسؤول أمريكي أن الاجتماع كان أقل من مفاوضات السلام وأكثر من فرصة للحديث أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل عامل إغاثة أمريكي إطلاق النار عليه في العاصمة بغداد ونقلت توكالة أسوشييتد بريس عن مسؤولين أمنيين تأكدهما أن الرجل استهدف حينما كان يقود سيارته قرب مسكنه في منطقة الكرادة وكان برفقته زوجته وطفله لكنهما لم يصاب بأذى ولم يتطح بعد سبب الاستهداف كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها لا تستطيع تأكد روايات مقتل المواطن الأمريكي وهو الموقف ذاته الذي أبداه مسؤولون في الصفارة الأمريكية في بغداد